بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فحياكم الله الحضور الأكارم والمشاهدين الأفاضل في هذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق للإعلان عن التقرير الدوري الذي يعده القسم عن الحالة السياسية وبعض القضايا المهمة في العراق والمنطقة وتقريرنا اليوم يتضمن ثلاثة محاور رئيسة المحور الأول التصعيد الطائفي وفيه أولا دعوة مقتدى الصدر إلى جعل غدير خم عطلة رسمية ثانيا حملة التهجم على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين والمحور الثاني يتعلق بالعملية السياسية وفيه أولا الإحاطة الدورية للممثل الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ثانيا تطورات ملف النازحين ومعاناتهم المستمرة ثالثا الأزمة السياسية والصراع المستمر أما المحور الثالث ففيه الشأن العربي والإسلامي أولا تطورات معركة طوفان الأقصى وثانيا مركز تكوين وغايات ظهوره مؤخرا تأتي هذه الندوة في توقيت حساس وسط صراع سياسي محتدم في العراق صورته الظاهرة هي منصب رئيس مجلس النواب وحقيقته صراع نفوذ وإزاحة وتصفية بين شركاء العملية السياسية ولتناول هذه المحاور المهمة يتفضل مقرر القسم السياسي الدكتور ثامر العلواني ليبين لنا تفاصيل هذه المحاور فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فأرحب بكم مرة أخرى إخوان الأكارم بهذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي والتي خصصت لبيان التقرير الدوري للقسم السياسي الذي اعتاد على إصدار مثل هذه التقارير بين الحين والآخر وتضمن التقرير كما تفضل أخي مشكورا أستاذ حامد خزرجي ثلاثة محاور رئيسة ونبدأ بالمحور الأول الذي خصص للحديث عن التصعيد الطائفي مؤخرا وتأتي أهميته لأن آثاره تتعلق بقضايا عقدية وأيضا بالسلم والأمن المجتمعي وتحت هذا المحور تناول التقرير دعوة مقتدى الصدر بجعل يوم غدير خم عطلة رسمية واعتبر القسم السياسي في الهيئة أن هذه خطوة جديدة نحو التصعيد الطائفي في العراق فمناسبة يوم غدير خم وأصل الحادثة هي تأريخية ومختصر ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه عند بئر بين مكة والمدينة اسمه غدير خم بعدما سمع أخبار غضب بعضهم على سيدنا علي رضي الله عنه بسبب حرصه على أموال المسلمين من الغنائم ومنعه التصرف بها قبل وصولها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث فيما حسنه آخرون وبغض النظر عن صحته من عدمها فالخبر من الأحاديث التي تدل على مناقب سيدنا علي رضي الله عنه وفضله ومعنى الحديث متفق مع ما هو ثابت ومعروف ومعلوم للأمة جميعا أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وثبوت فضل معين لأحد الصحابة لا يدل على أنه أفضلهم أما خبر من كنت مولاه فعلي مولاه فهو يدل على محبة علي رضي الله عنه ونصرته وما يقترب من هذه المعاني ولا يتعدى ذلك إلى إثبات ما ألحقه به الغالون من تقديمه رضي الله عنه وعلى الصحابة كلهم أو إلى الطعن في الصحابة بأنهم سلبوه حقا من حقوقه رضي الله عنهم جميعا ومما يدل على ذلك سيرة ومسيرة سيدنا علي رضي الله عنه وعلاقته بالخلفاء الراشدين في إمامتهم للأمة وقبل ذلك وأيضا في خلافة سيدنا علي وترضيه على الخلفاء قبل ذلك وبين التقرير أن الدعوة لجعل يوم غدير خم عطة رسمية هي دعوة سياسية ذات بعد طائفي وإثارتها في هذا التوقيت هو للتغطية على الفشل المتكرر سياسيا للتيار الصدري بعدما فشل في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الماضية وترك المجال لخصومه السياسيين لقيادة المرحلة السابقة وتشكيل الحكومة أيضا وأكد التقرير أيضا أن إعلان التيار الوطن الشيعي هو عدم إدراك للواقع السياسي والاجتماعي ويتناقض مع دعوات مختدى الصدر الإصلاحية ويؤكد ذلك تسلط أتباعه على الناس وإرهاب كل من يبدي رأيا منتقدا لشخصه أو سياسته أو تصرفات تياره وتناول التقرير أيضا خطاب مختدى الصدر بعد أن حشد أتباعه مطالبا بفرض يوم الغدير عطلة رسمية ساردا فيه كلاما مليئا بالتناقضات والمغالطات التي لا تخفى على أي متابع للأحداث منذ 2003 وإلى يومنا هذا ومعتمدا فيه لغة التأجيج الطائفي وعبارات يكتنفها التهديد والوعيد وهو ما ينظر بدخول العراق في موجة جديدة من المشاكل والفتن الطائفية والسياسية وتناول التقرير أيضا حملة التهجم على الصحابة الكرام في سياق التصعيد الطائفي الذي نراه منذ فترة وذلك عندما ظهر المدعو علي تركي وهو نائب عن ميليشيا ما تسمى عصائب أهل الحق في برنامج تلفزيون حواري تطاول فيه على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز بكل وقاحة على الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وكان لهم عبارات السبي واللعن مستهينا بعقائد السواد الأعظم من المسلمين وأكد التقرير أن هذه التجاوزات الخطيرة والسافرة تكررت من عدة أشخاص من أصحاب النفوذ السياسي ولكنها تثبت أن محاسبة المقصرين والمتجاوزين في العراق لا تسري على أصحاب السلطة من الميليشيات وأحزابها وشخصها لأنهم فوق القانون وإلا فقد تجاوزوا كل القوانين التي وضعوها هم لأنفسهم وعلى مقاساتهم وهذا يؤكد عدم إمكان قيام نظام سياسي حقيقي في العراق في ظل تحكم الاعتقادات الخاصة والمتبنيات الفكرية الفئوية على أذهان وتصرفات من يدعون قيادة البلاد وسياسة العراق أما المحور الثاني في التقرير فتناول العملية السياسية وما يتعلق بها وأول فقراته تناول التقرير الإحاطة الدورية للممثلة الخاصة للأمين العام لأمم المتحدة في العراق التي تم تقديمها إلى مجلس الأمن قبل أيام قليلة وبين التقرير أن الإحاطة الدورية للممثلة الأممية بلاس خارت الأخيرة لم تخرج عن الإطار العام من الإحاطات السابقة فهي في عمومها تحاول إضفاء الشرعية على العملية السياسية في العراق والتغافل عن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها أحزاب السلطة وميليشياتها وشخوصها فضلا عن التناقضات في وصف المشهد القاتل في العراق لحسابات وأهداف تدور ما بين تلبية رغبات الاحتلال الأمريكي وبين الدوافع الشخصية وقد بدأت الإحاطة بالدعاء أن العراق يتقدم في مجالات الخدمات والإعمار ثم وصفت البلاد بأنها تشهد عراقا ناهضا والحقيقة أن هذا الوصف لا يتطابق مع الوضع في العراق الذي يعاني شعبه من انعدام في الخدمات وضروريات الحياة وأساسياتها على المستويات كافة ولا سيما الكهرباء وإمدادات الماء وفرص التعليم وضروريات العلاج والعناية الطبية وغير ذلك أما توفير البيئة الآن من المستثمرين فيكفي الرد على الإحاطة بما صرحت به السفيرة الألمانية قبل أيام في بغداد كريستيانا عندما قالت وكشفت أن مستثمرين ألمان تعرضوا للابتزاز وطلب منهم دفع الأتاوات في العراق ومن التناقضات في الإحاطة الأممية أيضا اعترافها بأن مؤسسات الدولة ما تزال هشة وانتشار آفات الفساد موجود في العراق والفئوية والإفلات من العقاب والتدخل غير القانوني والجهات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة والتهميش والإقصاء الذي يطال فئات معينة من الشعب والاستئثار بالسلطة والسياسات العقابية على شريحة واحدة من المجتمع وهنا تقصد كما لا يخفى على أحد السنة في العراق منبهة أيضا على زيادة عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة وكيف أن هذه الزيادة هي مصدر قلق كبير ثم أكدت بأن الزمن قد توقف في مدينة سنجار بسبب سوء الأحوال في المدينة التي تقبع تحت الركام على الرغم من مرور تسع سنوات من سيطرة الحكومة على المدينة وأشارت إلى أن سنجار وجرف الصخر ومناطق أخرى تسيطر عليها جماعات مسلحة لا تسمح بعودة النازحين إليها ولا تسمح لأحد حتى بزيارتها وهي تشير إلى المناطق السنية التي تم تهجير أهلها منها بالقوة ولم تستطع لا هي ولا غيرها من الوصول إليها بسبب سيطرة الميليشيات على هذه المناطق لكنها كعادتها لا تصف الحقائق بوصفها الصريح وتحابيها لاعتبارات خاصة تتناقض مع طبيعة مهمتها الدولية في العراق ثم بعد كل هذه الأوصاف السلبية تناقض نفسها وتقول حان الوقت للحكم على البلد على أساس التقدم المتحقق وطي صفحة الصور الأكثر قتامة لماضي العراق ولكن كيف يكون ذلك؟ وصورة القتامة ومظاهرها تتكاثر يوما بعد يوم وتستمر في إنتاج واقع سوداوي مظلم وتخلص الإحاطة بعد ذكر ما تقدم إلى حقيقة مفادها عدم وجود حالة من الاستقرار في العراق ولكنها تعود سريعا لتناقض نفسها وتصرح بالقول يسعدني أن أقول إن العراق تسوده في الوقت الحالي بيئة أمنية أكثر استقرارا ثم تناقض نفسها مرة أخرى فتقول المشهد معقد في البلاد بسبب المجاميع المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة والوضع ما يزال قابلا للاشتعال وخطر سوء التقدير ما يزال عاليا جدا وخلت الإحاطة كعادتها من التطرق لموضوع العراقيين الذين قتلتهم الميليشيات وما زالت تغيبهم قسرا أو تقتلهم بطريقة أو أخرى حيث إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة التغيير الديمغرافي ما زالت مستمرة تحت نظر الحكومات وفي ظل العملية السياسية القائمة وكان لزاما على ممثلة الأمين العام في العراق أن تعلنها صراحة بحسب ما يمليها عليها منصبها بأن مشكلة العراق تكمن في النظام السياسي المفروض عليه وفي الأحزاب والقوى والميليشيات المهيمنة على مقدرات العراقي والعراقيين وقبل ذلك الاحتلال المستمر لبلد كان يوما ذا سيادة واستقرار وتناول التقرير أيضا معاناة النازحين وهذا الملف المؤلم المستمر منذ ما يقرب من عقدين من الزمن حيث ما زالت معاناة النازحين مستمرة وهم يخرجون من محنة ليدخلوا بأخرى والآن هم يواجهون كارثة نزوح جديدة تزيد من معاناتهم فبعد أن أكرهوا على ترك منازلهم وراضيهم وأعمالهم ولجأوا إلى مخيمات النزوح سواء في كردستان العراق أو في غيرها من المدن الأخرى للحصول على مأوى يحميهم من بطشي وسطوة الميليشيات ومن الانتهاكات الحكومية ها هي حكومة السوداني تجبر النازحين على النزوح مرة أخرى ولكن هذه المرة من مخيمات النزوح في كردستان العراق إلى المجهول فوزارة الهجرة في الحكومة الحالية تسعى بكل إمكانياتها إلى غلق المخيمات وإجبار النازحين على الخروج منها مع العلم أنها تركتهم في مخيمات النزوح منذ سنوات ولم تقدم لهم أي مساعدات أو خدمات أخرى وهذا بحد ذاته وتشريد للنازحين وبحسب تقديرات المنظمات الإنسانية هناك ما يقرب من مليون ونصف مواطن عراقي في المخيمات لا يستطيعون العودة إلى مدنهم وبلدانهم لأن الميليشيات تستولي عليها مثل ما موجود في محافظة الأنبار وبغداد وبابل وديالة وصلاح الدين وكركوك والموصل فبدل أن تخرج الحكومة الحالية الميليشيات من المناطق والقرى والمدن التي تستولي عليها الميليشيات وترجع أهلها إليها ها هي تجبر النازحين على ترك الخيام والتشرد بالعراء واختيار مناطق جديدة لهم للعيش فيها في موعد أقصاه 1-7 من هذه السنة وهذا يؤكد أن الحكومة والميليشيات تتبادلان الأدوار فيما بينهما لفرض الأمر الواقع وتكريس حالة التغيير الديمغرافي وأيضا تناول التقرير الأزمة السياسية الحالية أزمة العملية السياسية التي لم تنتهي ولن تنتهي ولطالما وصفتها الهيئة بأنها أصل المشاكل وأصل معاناة العراقيين لكن الجديد في المشاكل التي طرأت هو الانقلابات على الاتفاقات بين الشركاء المتشاكسين فيها أصبحت هي القاعدة المستمرة وأن السير نحو الاستحواذ على جميع السلطات أصبح هو السمى الأبرز في سراعاتهم ولعل مشكلة منصب رئاسة مجلس النواب المستمرة منذ مدة ليست بالقصيرة واستخدام المحكمة الاتحادية مرة أخرى لحسم الأمور فيها وإبعاد رئيس المجلس السابق وإنهاء عضويته ومحاولات التعويض عنه بشخص أكثر قربا من منظومة الحكم الطائفية بغض النظر عن خيار ما تسمى القوى السنية هي الشاهد الأبرز على ذلك في هذه المرحلة ونعتقد أن الأحزاب الطائفية المهمنة على القرار والحكم في العراق ستتحكم بالمرشحين لهذا المنصب سواء بسبب ضعف السياسيين السنة أو لا لأن الأمور هي سائرة بهذا الاتجاه سواء قبلوا بذلك أم لم يقبلوا لأنه لا يكون لهم من أمرهم إلا ما تريده لهم هذه الميليشيات والأحزاب الطائفية في إعادة صناعة متكررة لمشهد الهيمن والافتيات والاستخفاف بهم ممن يدعون التوافق والشراكة في الحكم معهم وهذا ما حذرت منه الهيئة دائما ومنذ فرضت العملية السياسية ومخرجاتها على الشعب العراقي وبما يشير أن المرحلة القادمة ستكون أكثر سوءا مما سبقها وأن صراع الأحزاب سيشتد وسيكون الشعب هو الخاسر الأكبر أما المحور الثالث فقد تضمن الشأن العربي والإسلامي وأول قضية فيه هي معركة طوفان الأقصى فبين التقرير أن بعد مرور ثمانية أشهر تقريبا على عمر معركة طوفان الأقصى وما يصاحبها من عدوان صهيوني وجرائم إبادة جماعية يرتكبها كيان الاحتلال بحق المستضعفين من أهالي قطاع غزة يبرز المشهد في القطاع جملة من الحقائق ومن أبرزها أن طول مدة المعركة كشفت أن استراتيجيات الكيان الصهيوني هو الاعتماد على عامل الزمن والإيغال في الإجرام بحق المدنيين للتغطية على فشله الذريع في تحقيق أهدافه التي أعلنها وفي المقابل تؤكد مدة عمر المعركة صمود المقاومة الفلسطينية وثباتها بموازات الفعاليات النوعية التي أرغمت وسائل الكيان الصهيوني على كشف بعض الخسائر البشرية من القتلى والجرحى في صفوف جنوده ومرتزقته برغم أن الأرقام المعلنة هي أقل بكثير مما معلن وأيضا عودت المواجهات إلى مناطق شمال القطاع التي سبق لجيش الاحتلال أن أعلن السيطرة عليها وهذا يكشف عجز الاحتلال عن الإمساك بالأرض التي يتوغل فيها وصدق المقاومة في ثباتها وصمودها دون انكسار رغم الألم الكبير والجراح الغائر الذي الحقه العدوان بأهالي القطاع من جهة أخرى وتطرق التقرير أيضا إلى دور الشعوب في دعم المقاومة وأهل فلسطين ودعاهم إلى زيادة الزخم وإعادة الصوت وبدل المزيد من المواقف على المستويات كافة ومن الأمور المهمة التي تناولها التقرير هو ما يسمى مركز تكوين الذي أعلن عن تأسيسه قبل مدة قصيرة في القاهرة ويقوم هذا المركز على بث الشبهات بين المسلمين وتكوين مراكز شلل العقول ليمارسوا تشكيكا صارخا في وضح النهار وأمام الأمة جمعا وقد ظهر المركز بكل وقاحة وتحدي صارخ لمشاعر الأمة وما تؤمن به ليحاول نشر التوهمات الفكرية والتشوهات المعرفية والتشكيك في الثوابت ومصادمتها بخزعبلات نقدية تستند على انكفاء العقول ومحاولات بائسة تريد التكسب من بيع الأمراض وتسويق الوهم وبث التشكيك في عقلية الأمة وهذا المركز وأفعاله تدل على أن العدو بثوبه الفكري الجديد يريد بدء مرحلة جديدة من مراحل عدوانه على ثوابت الأمة وفكرها وثقافتها عن طريق تعميق منهجية الاستخفاف بعقائد الأمة وثوابتها وأكد التقرير على أن الأمة بشبابها وشيبها ونسائها ورجالها لا بد أن تعلم خطورة هذا المشروع الخبيث وأن واجب العلماء هو الاستنفار لمواجهة هذا المشروع وفضحه هو وشخوصه ومن يقف وراءه وعدم تجاهله لرد العدوان الذي يتهدد حصون الأمة من الداخل والخالج على حد سوى هذا أهم ما ورد في التقرير الدوري للقسم السياسي في الهيئة والتقرير تم نشرفه على الموقع الرسمي للهيئة لمن أحب أن يطلع عليه وعلى تفاصيله الكامل وفي الختام أشكر حسن استماعكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل العراق وأهل فلسطين على عدوهم وعلى الكيان الصهيوني ومن سانده ومن يقف معه وأن يرفع معاناة العراقيين وأن ينصر الشعب العراقي على من ظلمه وعاداه شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور ثامر العلواني على هذا العرض الوافي الذي صلط فيه الضوء على محاور التقرير الدوري للقسم السياسي في هيئة علاماء المسلمين في العراق والتي وضحت هذه المحاور بشكل مفصل ما يجري في العراق وبعض قضايا الأمة ونقول ما دامت العملية السياسية وشخوصها ومخرجاتها باقية فمعاناة العراقيين مستمرة وباقية ومتجددة والخلاص لا يكون إلا بقرار من الشعب كل الشعب بتغيير وطرد هؤلاء الفاسدين والمتناحرين على المناصب والمصالح والسلطة وبناء البلد من جديد بعيد أبنائه الشرفاء في ختام ندوتنا نكرر الشكر لكم ولا يسعنا إلا أن نشكر حضوركم وحسن استماعكم وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر